نعم أنا أذكر هنا ما قاله الإمام أبو يعلى الحنبلي رحمه الله في الأحكام السلطانية حيث قال وإذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب له عليهم حقان الطاعة والنصرة ما لم يوجد من جهته ما يخرج به عن الإمامة نجد النص مستقيما مع مصالح المسلمين التي أناطها الله رب العالمين بولي الأمر هذا فأبو يعلى يقول إذا قام الإمام بحقوق الأمة هذا أولا إذا قام بحقوق الأمة استحق أمر النصرة وأمر الطاعة طيب إذا لم يقم بحقوق الأمة فليس له هذا لأنه ليس الحاكم الذي أعطاه الله عز وجل هذه الحقوق ثم كرر هذا اللفظ بمعنى آخر قال ما لم يوجد من جهته ما يخرج به عن الإمامة لأن العلماء يشترطون شروطا عند التنصيب كما يشترطون شروطا للاستمرار هذا الشرط المتعلق بحقوق الأمة الشرعية لا بد من وجوده عدة تنصيب ولا بد من وجوده في استمرار هذا الحاكم لذلك يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره عند قول الله تبارك وتعالى وإذ قال ربك الملعكة إني جاعل في الأرض خليفة نعم أريد هذه الآية في هذه الآية القرطبي رحمه الله قال المسألة الثالثة عشرة يعني هو يقسم الكلام عن الآيات إلى مسائل قال المسألة الثالثة عشرة ثم قال قال الجمهور الإمام إذا نصب ثم فسق بعدا برام العقد لأنهم يشترطون عدالته في التنصيب طيب ماذا لو كان عدلا عند تنصيبه ثم فسق بعد ذلك قال القرطبي فقال الجمهور إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم إلى غير ذلك مما تقدم ذكره وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله ألا ترى في الابتداء أنما لم يجز أن يعقد للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له وكذلك هذا مثله فالعلماء يذكرون أصولا مضطردة تنزل على أي أحد ليس لمجرد أنه أدرك الجلوس على هذا الكرسي ثم تملك قوة السلاح وقوة المال ثم بعد ذلك يفعل في المؤمنين ما يشاء لذلك قال الشاعر وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة له الذئاب